السلام عليكم هنتكلم المراضي عن بعض المحاولات في موضوع تقنية العلاج الجيني او العلاج بالجينات كلنا عارفين ان في مرض وراسي بيتوارسوا بعض العائلات نتيجة بعض الجينات والمرض ده اسمه الفاميليار كولستيروليميا او مرض الكولستيرول العائلي وده الشخص بيورس زيادة وارتفاع في الكولستيرول ملحوظة في الدم نتيجة وجوده في كلا الابوين والمرض ده بينتقل من الاهل الى اولادهم بالطريقة المتنحية تمام واحنا عارفين الطريقة المتنحية ان كده الطفل عشان يورس المرض ده لازم ياخد فرد جين من الاب وفردة من الام عشان يظهر عليه المرض واللي بيورس المرض ده بيبقى عنده ديفيشنسي او خلل او دامج في الجين بتاع اا الاستقبال الق hat او دي ال او دي ال او دي ال او بيبقى عنده خلل في الجين او خاص بال Lives دي ال 보�يشنسي الى وال whirl ونحنا عارفين ال ال دي ال ال ري помنft او دي ال ال 리 سيبتور او على الخلايا خاص Election الامساك او استقبال الكوليسترول الضار الـ LDL الـ LDL والمسؤول عن استقبال الكوليسترول الضار واستبعاده من الدم ولما بيحصل خلل في النسختين بتوع الجن فالكوليسترول الضار الـ LDL بيرتفع في الدم ويظهر المرض نتيجة للزواج ما بين الاقارب وارتفاع الكوليسترول في الدم ويؤثر في عدد القلب ونسيج الكبد ويؤدي الى امراض القلب والكبد والعلاج الروتيني او المتبع من زمان في الحالات ديت انه هو لما القلب بيبوز او الكبد بيبوز فالعلاج الامسا في الحالات ديت اللي هو زرع قلب او زرع كبد لكن بعض العلماء الخاصين بهندس الجينات او العلاج الجيني اخد عينة من خلايا كبد لشخص مصاب او عنده الجين ده في مشكلة وحط زرع فيه عن طريق ادخال جين الـ LDL receptor النسخة السليمة على كارير او فيروس وادخلها جوه الخلية المصابة او اللي فيها الجين الدامج ده وبعدين ادخل الخلية دي زرعها في كبد الشخص اللي عنده المرض وبدأت الخلية اللي تزرعت في الكبد تشتغل بصورة طبيعية جدا وبتعمل على تنخية الدم من الـ LDL كوليستيرول وده يعتبر في علم الهندسة الجينات او العلاج بالجينات يعتبر انجاز كبير جدا وبيفتح الباب على المصرعي لامال كبيرة جدا في عملية العلاج الجيني لامراض الكبد وامراض القلب واستطاع بعض العلماء زي البحثة الفرنسية الدكتورة مارين كالفو في سنة 2000 استطعت ان هي تدخل الجين بتاع الـ EDA تمام الخاص بمرض واللي بتطلع انزيم او بروتين استطاع الفريق ده انه يدخل الجين بتاع الـ EDA لطفلين متصابين بالمرض ده اللي هو السي سي اي دي سيفير كومبيند اميان ديفيشنسي وحصل انهم حصلوا على نتيجة ان الطفلين اللي حصل عليهم التجربة دي اتطرح ان النخيع بتاعهم والبون مارو بدأ يشتغل صحة ويطلع خلايا دم بيضة بصورة سليمة وطبيعية وادرت الخلايا دي ان هي تدفع عن الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا والجراسيم واشتغلت المناعة كويس والطفلين بدأت المناعة عندهم تشتغل اكتر من الاطفال اللي هما ما حصل لهمش علاج جيني وبعد كده حصلت مفاجأة كبيرة جدا في مجلة في سنة الفين واتنين ان الطفلين دول واحد منهم مات واحد منهم مات واعلنت الدكتورة مارينا اللي هي الدكتورة الفرنسية دي ان هي هتتوقف عن تقنية العلاج الجيني في جميع الاطفال اللي كانوا خاضعين للتجربة لحد ما تتأكد ايها وفريقها من سلامة الموضوع ده العلاج الجيني في حالة بتاع الاي دي اي وبكده نستنتج ان تقنية العلاج الجيني ازيها زي اي تقنية تانية ان ممكن يبقى فيها عيوب ومميزات وانها ممكن تنفع مع بعض الاشخاص وما تنفعش مع الناس التانية وبكده نكون خلصنا التسجيل ده واتمنى للجميع التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته